موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد العالى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمسي بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة ترأس حفل تخرج الفوج الرابع والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الثامن والخمسين لسلك الأركان التفاصيل مع عبدالاطف بن طالب الكلية البلكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حيث ترأس صاحب السمو البلكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتعليمات سابية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفلة خروج الفوج الرابع والعشرين للسلك العالي للدفاع والفوج الثامن والخمسين لسلك الأركان لدى وصوله تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والعميد مدير الكلية الملكية واستعرض سموه تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدة التحية كما تقدم للسلام على سموه الفريق أول قائد الدرك الملكي وشخصيات مدنية وعسكرية وبعد أن تابع سموه عرضا حول القوات المسلحة الملكية وتدبير الأزمات من تقديم ضابطين متدربين أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة مصر متخصص في الدفاع الوطني وشهادات سلك الأركان على التوالي لكل من الضبات المتخرجين من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان المغاربة والأجانب بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الانتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لإتاحة الفرصة لنا لمشاركة بدورة السلك العالي الدفاع الفوج 24 في الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا وكانت تجربة جدا مفيدة ومتميزة في مجال الدفاع الوطني والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتكوين العسكري المتميز الذي اجتملت عليه الدورة وأنه ليوم أغر أن نتشرف اليوم بحضور سيدي ولي العهد مشاركتنا حفل توزيع شهادات الماجستير المتخصص في مجال الدفاع ونسأل الله أن تكون مشاركتي هذه استمرارا لأواصر التعاون والأخوة في المجال العسكري بين المملكتين الحبيبتين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشريفة في ظل حضرة صاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره الله كتعتبر مدة تكوين في السلك العالي للدفاع مناسبة لتلقي محضارات ودروس كتمكن من فهم تحديات تخطيط العمليات البيني على المستويين الاستراتيجي والعملياتي وذلك في بيئة كتميز بتعدد الفاعلين وتباين المصالح هذا التكوين اللي صار عليه واحتلة من خيرة الكفاءات من ضباط القوات المسلحة الملكية إضافة إلى أستداء جامعيين بارزين مغاربة وكذلك أجانب ممكننا من ربط علاقات إنسانية أخوية مع أشيقاء من دول صديقة وشقيقة المشاركين في الدورة مما يعد مكسب كبير في سبيل إشعاء القوات المسلحة الملكية على الصعيدين المحلي والخارج إثر ذلك قدم العميد مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مجموعة مختارة من البحوث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع قضينا عشرة أشهر في هذه الكلية حيث اكتسبنا مهارة عدة سواء على المستوى العملياتي والاستراتيجي والتواصل والتدبير إضافة إلى تخصصات عدة لقيناها أتوجه بخالص شكر للقوات المسلحة الملكية على الجهود الجبارة التي تم بذلها فالتكوين كان جيدا جدا تخللته زيارات وعنشطة كانت مثمرة للغاية كما أتوجه بالشكر للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيترة حيث تلقينا تأطيرا جيدا من قبل الأساتذة بكفاءتهم ومهنيتهم وتجاربهم كل ذلك كان ذا فائدة كبيرة ويضم الفوج الرابع والعشرون للسلك العالي للدفاع والفوج الثامن والخمسون لسلك الأركان مائتين وخمسة وثمانين خريجا منهم سبعون ضابطا ينحدرون من ستة وعشرين بلدا شقيقا وصديقا للمملكة وفي موضوع منفصل انطلقت بميناء تنجا المتوسط للمسافرين عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مرحبا ألفين وأربعة وعشرين ووضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمختلف نقاط الاستقبال داخل وخارج المغرب بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وضعت مجموعة من التدابير لمواكبة ومساعدة أفراد الجالية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لسكينا مسوية بواخر تصافح من جديد أرصفة ميناء تنجا المتوسط وفي حضنها عدد من المغارب المقيمين بالخارج الذين بدأوا التوافد مع انطلاق عملية مرحبا ألفين وأربعة وعشرين كل ترتيبات الضرورية تم اتخاذها من أجل إنجاح هذه العملية مؤسسة محمد الخامس للتضامن جندت إمكانات اللوجستية وبشرية مهمة لمواكبة ومساعدة أفراد الجالية أثناء مرحلتي الوصول والعودة من وإلى المغرب وذلك بموازات مع باقي الترتيبات والتدابير المتخذة من قبل الأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه العملية ما يناهز ألف وربعمية إطار من مساعدات اجتماعيات وأتقوم طبية وشيفة طبية وكوادير تابعة المؤسسة وذلك بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين لكي نستعد لهذا الموسم هذا نحن في انتظار عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم غالي على جميع المغاربة وجميع المسلمين ننتظر أن نكون في استقبال عشرات الآلاف من مغاربة العالم الحمد لله نحن في الحالين نشوف البلاد ونشوف الوليدات والوليدين ونعيدهم معهم مؤسسة محمد الخامس لتضامن التي تقوم بتنفيذ وتنسيق عملية مرحبا ألفين وأربع وعشرين قامت بفتح أربع وعشرين فضاء للاستقبال لتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية لهؤلاء المغاربة الذين حلوا من كل بقاع العالم لكسر حر الشوق وطنيا دائما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي تتراوح أعمارهم بين إحدى وعشرين وإحدى وأربعين سنة وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة تابعة للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة استادفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلة وتنجة وتطوانة وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجة مجموعة من المعدات الإلكترونية وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام إضافة إلى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم داعش وكذا مخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص البيعة لهذا التنظيم الإرهابي ومنشورات حول مشروعية العمليات الاستشهادية وكيفية صناعات وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة وفي سياق منفصل جرى أمسي بالرباط توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي مذكرة التفاهم الموقعة تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقابة على المالية العمومية هشان فرحانو التفاصل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي تهدف إلى تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء إلى جانب التنصيص على التزام الطرفين بتعزيز التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجية العمل المتماشية مع المعايير الدولية الفكرة هذه المذكرة هي من فترة من عدة أشهر تنقشنا ووصلنا للصيغة النهية لليوم ما اعتمدناها واتبعنا فيها طبعا البروتوكول المتبع في بلدينا هذه المذكرة طبعا باعتبارنا نحن كأجهزة العلية للرقابة في ليبيا وفي المملكة المغربية نتبع المنظمة الدولية للأجهزة العلية للرقابة والمحاسبة الأنتوساي وعندنا مجموعة من المنظمات الإقليمية نتبعها كمنظمة الأفروساي والأربوساي المجموعة العربية وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن توقيع هذه المذكرة يأتي في خضم التحديات التي تواجه المؤسستين لسيما على الصعيد الاقتصادي والمالية العالمية إلى جانب استعراض التطورات التي همت طريقة عمل المجلس من حيث إعداد التقارير وتقديم التوصيات وتتبع تنفيذها وسيكون من أهداف مذكرة التفاهم المؤقعة أيضا تقوية القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين ننتقل إلى فاس حيث أفادت السلطات المحلية بعملة فاس أن أربعة أشخاص لقوا مصرعه فيما أصيب ستة وعشرون آخرون إثر حريق دلع مساء أمسي بقصرية الدباغ الكائنة بمنطقة بفتوح بالمدينة القديمة بفاس وأوضحت السلطات المحلية أنه تم نقل المصابين الذين تعرض عشرة منهم لحروق من مختلف الدرجات من ضمنهم ثلاث حالات بليغة فيما يعاني ستة عشر آخرون من حالة اختناق طفيفة تم نقلهم صوبة كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس للتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطاية الأولية فإن أسباب هذا الحريق الذي خلف أيضا خسائر مادية مهمة لحقت بخمسة وعشرين محلا يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية حيث قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يان ستونتنبورغ اليوم قال إنه يتعين على الحلفاء ضمان مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي أليكساندر ستوب أنه على مدى الأشهر الماضية كان هناك بعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لكييف وأضاف ستونتنبورغ بالقول إنه لا يرى تهديدا عسكريا من روسيا ضد دول الشمال أو دول البلطيق في الوقت الحالي من جهتها قالت روسيا إن الدول الغربية التي تزويد أوكرانيا بالأسلحة بشكل مباشر ستواجه عواقب دوليا دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في نيويورك إلى التعاون الكامل بين مختلف الفاعلين في المنتظم الدولي من أجل التصدي لأزمة المناخ المتفاقمة وأبرز جوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر مقبلة من خلال إجراء تخفضات هائلة في الانبعاثات وتعزيز التمويل داعيا إلى أن يكون النظام المالي العالمي جزءا من الحل المناخي وشدد جوتيريش على ضرورة إظهار التضامن المناخي من أجل توفير الدعم التكنولوجي والمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والبلدان النامية الأخرى نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الماشية بجاة ضرعة فلالد دينامية خاصة ووفرة في الأضاحي بعرض يقدر بأزيد من ثلاثمائة وأربعين ألف رأس من الأغنام والمعز راد قبوري وباقي التفاصل مع اقتراب عيد الأضحى ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجرية تشهد أسواق الماشية بجهة ضرعة فلالد دينامية خاصة ووفرة في الأضاحي بعرض يقدر بأزيد من ثلاثمائة وأربعين ألف رأس من الأغنام والمعز وبحسب المديرية الجهوية للفلاحة لدرعة فلالد عملية ترقيم الأغنام والمعز المعد للذبحة التي أجرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكنت من ترقيم أزيد من مائتي ألف رأس من الأغنام وأزيد من مائتي ألف رأس من المعز موزع على الأقاليم الخمسة للجهة المكتب وضع حطة عمل لكي يواكب هذه العملية ديال عيد الأضحى المبارك فهذه الخطة العمل تتجلى على تقريبا واحد ثلاثة ديال المحاور المحور الأول الذي يهم تسجيل الوحدات ديال تسمين ديال الأغنام والمعز المعدة لعيد الأضحى المبارك جهة درعة فيلالت توصل استعداداتها وتتخذ كافة التدابير بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى الذي يشكل نشاطا اقتصاديا هاما ويساهم بشكل خاص في زيادة وتنويع مداخل الفلاحين نعود إلى الرباط حيث جرى افتتاح معرض وثائقي يحمل عنوان عبدالواحد الراضي من 1935 إلى 2023 شاهد متميز على العصر تنظمه مؤسسة أرشيف المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الأسبوع العالمي للأرشيف هذا المعرض يقوم على الهيبة التي تقدم بها الراحل لمؤسسة أرشيف المغرب قبل وفاته وقرار تسليم أرشيفه لمؤسسة أرشيف المغرب كان آخر ما أوصى به قبل أن يفارق الحياة افتتاح المعرض حضرته مجموعة من الشخصيات السياسية والجمعوية معرض يضم مجموعة من أرشيفات عبدالواحد الراضي ووثائقه الشخصية ويقوم على أساس الهيبة التي تقدم بها الراحل لمؤسسة أرشيف المغرب سنة 2023 قرر المرحوم أن يأت من مؤسسة أرشيف المغرب على جميع وثائقه وقد وافته المنية قبل أن يتحقق ذلك ولكن بمجرد مرور فترة العزاء أبت كريمته نيابة عن جميع أفراد العائلة إلا أن تأت من مؤسسة أرشيف المغرب على جميع وثائقه التي هي مهمة جدا كما وكيفا المجموعة الأرشيفية التي وهبها البرلماني والوزير الأسبق عبدالواحد الراضي لمؤسسة أرشيف المغرب تجتمل على الآلاف من الوثائق والصور والنصوص والملاحظات والخطابات وغيرها التي تعيد رسم المصار الذي سلكه الراحل على امتداد المحطات الكبرى من تاريخ المغرب المعاصر رياضي المشاهدين من داخل القاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون تمكن فريق سقر أجادير من الظفر بكأس العرش برسم الموسم الرياضي 2022-2023 بعد التغلب على فريق شباب عالمي طنجة المزيد من التفاصيل معك هشان فرحة فريق سقر أجادير يتوج في مدينة العيون بكأس العرش في كرة القدم داخل القاعة خلال المباراة النهائية التي جمعته بفريق شباب عالم طنجة برسم الموسم الرياضي 2022-2023 هذا نتيجة العمل من 10 سنين من استقرار تقني والإداري في الفريق اليوم كان جنوى التمار دياله أريد أن نشكر اللاعبين على المستوى القدموه والدباط الطاكتيكي أريد أن نشكر جمهور ديالنا اللي تبعنا تلونا العيون باش نضيو هذا اللقب الصراحة لعبنا تدو حد فريق لي ماشي سهل فريق عالم طنجة أريد أن نشاهده بتصحية على هذا المصر الذي عمله والحمد لله أريد أن نشاهده هذا اللقب للناس الذين يخدمون عنه في فريق سقر أقادير من المدرب لللاعبين وتمكن فريق سقر أقادير من التتويج بهذا اللقب للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أريد أن نشكر السلطات المحلية للمدينة العيون نشكر السلطات المنتخبة التسعيل المهمة للعصبة الوطنية للكرة القدم كرة القدم متنوعة من أجل التنظيم فهذا المستوى العالي وكان فريق سقر أقادير وشباب عالم طنجة قد تأهلا إلى نهائي كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة بعد فوزهما على التوالي على فريقي نادي لكوس القصر الكبير وفتح سطات في مبارتي نصف نهائي التي أقيمتا بالقاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون رياضيا دائما وصلت عشرات السيارات الرياضية إلى ميناء طنجة المدينة ضمن لحاق مغاربة العالم نحو مغرب 30 و2000 الرامي إلى تسليط الضوء على استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 30 و2000 سكينة مسوية سيارات رياضية فخرة تحط بميناء طنجة المدينة ضمن لحاق مغاربة العالم الرامي إلى تسليط الضوء على استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 تحت إشراف مجموعة من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج الرالي انطلق من العاصمة البلجيكية بروكسل متجها إلى مراكش مصاره سيمكن عددا من المشاركين من الوقوف على الأوراش والمشاريع الكبرى التي تنفذ استعدادا لكأس العالم 2030 الهدف هو بزرد الحاجة تصراحة أول الحاجة هي مع الفوندرسون بورزا درنا واحد العمل خيري يعني هادي جات قبل العيد لك جنان الفرحو درالي صغار ولكن أهم حاجة هي دابة كينا كأس العالم يعني المغرب 2030 جنان هونزورايا جنان نبينو للناس اللي مجين معرب الرا لكلماروكين غزي دونترانجي يشوفوا الكولتور دي المغرب يشوفوا الزندوالي عندنا يشوفوا الزندوالي عندنا العالم 2030 وتعريف بالمملكة كوجهة مثالية للسياحة الرياضية إلى هنا نصل مشاهدنا إلى ختام هذه النشرة كالعادة للمزيد من الأخبار زوروا مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء